اشتركوا في القناة طيب هذا التحدي تسويه في البتر رايل بناء وغير بناء تمام عندنا بناء وغير بناء طيب الاشخاص اللي لعبهم على قدهم يقدروا يسويوا التحدي هذا في طورة دمدمة تروح الى بواسطة ايبك شايفين هنا بواسطة ايبك تحصل طورة دمدمة هذا هو بعض الاشخاص ما يعرفوا نظام طورة دمدمة نظام انه يدخلوا 15 ضد 15 كل ما تموت ترجع كل ما تموت ترجع فتقدر تسوي التحدي لانه الفريق اللي حيفوز يحكك انت انتصار ملكي هذه النقطة الاولى النقطة التانية جميع التحديات في البتر رايل تقدر تسويه في طورة دمدمة لانه طورة دمدمة من نفس طور البتر رايل حطوا ببالكم هذا الشيء فهمتو كيف؟ طيب اذا انت دخلت طورة دمدمة وحققت انتصار ملكي وما زبط معاك التحدي فسويه في البتر رايل انا سويته في الحسابة التانية وزبط معايا لكن بعض الاحيان يصير فيه مشكلة في الحسابات بعض الحسابات تزبط التحدي فيها وبعضها لا فاذا ما زبط معاك خلاص سوي التحدي في البتر رايل عن طريق السولو او الدو او السيكواد او التيريو اللي يعجبك فهمتو كيف؟ طيب في التحدي التاني يقولك اصب لاعبا بثمر الجوز الهند عدد واحد من وين نحصل على ثمر الجوز الهند؟ من صناديق التغذية هذي الصناديق شوف هذا هو جوز الهند طيب تاخد الجوز الهند لاحظوا معايا تروح الى الخصم شوف ما ينحسب معاك التحدي فيه طريقة تخليه ينحسب معاك التحدي كيف؟ لاحظوا معايا لانه في التحدي مكتوب اصب لاعبا هذا التحدي ما يزبط على البتات لكن تقدر تخليه يزبط على البتات كيف؟ اول شي دمج على العدو بعد كده يصير عدوك بعد كده اذا انت رميتها عليه شوف انحسب التحدي شايفين؟ اذا انت تبغى تسويه على البتات تقدر تسويه بالطريقة هذي اول شي دمج البت يصير عدوك اول ما يصير عدوك ترميه عليه يزبط معاك طيب في التحدي يقولك فتي الصناديق كنز نادرة او مدفونة عدد خمسة طيب هذا التحدي فيه له طريقتين الطريقة الاولى عن طريقة الصناديق النادرة الصناديق النادرة اللي هي هادي شايفينها؟ هادي تحصلوها في كل مكان لكن مواقعها دائما غير مضمونة افضل مواقع علشان تفك هذه الصناديق في الخناديق هذه هي الخناديق خلينا اوريكم اياها هذه هي تفتح في الزور رقم ثلاثة شوف هذه وهذه في لها مواقع مرة كثيرة في كل خندق فيه ثلاثة صناديق فتقدر تسوي التحدي الطريقة الثانية عن طريق الصناديق المدفونة اللي هي عن طريق خريطة الكنز خريطة الكنز هذه تحصلها في كل مكان لكن افضل شي تسويه انك انت تروح تشتريها من الشخصيات هذه الشخصية الاولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة كل صندوق تفتحوه حينحسب معاك التحدي هذه خريطة تبين لكم جميع مواقع الخناديق هذه في الماب طيب في التحدي يقولك اسرك الاسلحة من حقائب الاسلحة طيب وين نحصل حقائب الاسلحة اول شي هنحصلها عن طريق الخناديق هذه تنزل في الخندق تحصلها هذه هي شوف مطلوب منك عشرة بس فتحها نفس النظام ده شوف بنحسب معانا التحدي طيب خلينا موريكم المواقع الثانية غير الخناديق اللي ممكن تحصلوا فيها حقائب الاسلحة طيب المواقع الثانية اللي تقدر تسوي فيها التحدي هذه العلامة شوفوا شايفين هذه العلامة اي موقع تروح في هذه العلامة لاحظوا معايا شوفوا هنا شوف بنحسب معانا شايفين هذا اتنين مو ضروري تشيل السلاح لا اهم شي تفتش الحقائب فيش سوى معاك طيب هذه خريطة تبين لكم جميع مواقع الخناديق وحقائب الاسلحة في الماب التحدي الاخير يقولك اهرب لمسافة بعد النجاة من ضرر اللي حقه بك خصم عدد مية كيف تسوي التحدي هذا ركزوا معايا تمام تيجي عند الخصوم اللي هم البتات تقدر تسوي على البتات وتقدر تسوي على الاعداء لكن بافضل شيء سوي على البتات اول شيء الحق فيه الضرر خليه اول شيء هو ادمجك لاحظوا زي كذا بعد كذا المسافة اللي انت تقطعها تنحسب معاك لاحظوا معايا شوف بنحسب معانا اهم شيء اول شيء هو ادمجك بعد كذا انت اشرد لمسافة المسافة اللي تقطعها فينحسب معاك التحدي لاحظوا شوف بنحسب معايا مسافة مية متر وتخلص التحدي شو خلصنا التحدي طيب بعد كذا عندنا المرحلة واحد من خمسة اكمل مهام قانون القراصن الخامس لتربح الدهب الملعون كل اللي عليك انك تكمل الخمسة التحديات هذه فيسوه معاك جميع المراحل وتاخد الف وخمسمية من الدهب الملعون وتفتح بعض الجوائز المجانية بعد كذا عندنا قانون القراصن السادس حيتوفر بعد يومين كذا وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكش تو اكش تو وهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة اشترك في القناة